الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وراد إلينا سؤال بمركز الأظهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني سائل يسأل ويقول أريد أن أشتري سيارة بالتقصيد من البنك فما حكم هذه المعاملة؟ نقول نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك تحر الحلال بداية البيع بالتقصيد منتفق عليه بين جمهور الفقهاء على جوازه وهذه المعاملة أن تريد أن تشتري سيارة من البنك هذه المعاملة جائزة شرعا ولكن ينبغي أن تكون صورة هذه المعاملة أن يتملك البنك السيارة من معرض السيارات يعني أنا هروح للبنك دلوقتي أقول له نعاوز أشتري سيارة العربية دي من المعرض كذا فالبنك هيحلني على المعرض فينبغي علي وأنا في المعرض أنا أقول أن أعاوز العربية بالمواصفات كذا ليس لي تعامل مع المعرض ولكن تعاملي مع البنك البنك دوره إيه؟ البنك دوره أنه بروح ياخد السيارة يشتري هذه السيارة من المعرض ثم بعد ذلك يبيعها لك أي للشخص الذي يريد شراء هذه السيارة إذا توسطت السلعة اللي هي السيارة اللي هي العربية فلا ربا وهذا يسمى بيع بالتقصيط وهذا جائز والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر